بسم الله الرحمن الرحيم. عزيلا طلبة وطالبات السنوية العامة لقسم الادبي. اهلا ومرحبا بكم. نجدد التحية بعد الاسبوع الماضي في الفصل الاول والحملة الفرنسية على مصر للشام. في بداية الحلقة نرحب بالاستاذ الفاضل. الاستاذ اسلام شمس. اهلا واسلام. اهلا بي. طلبات وطالبات السنوية العامة القسم الادبي. اهلا بكم من جديد. الاسبوع اللي فات طبعا والاسوبوع اللي قبله احنا بدأنا المنهج على الطريقة الجديدة. في مدارسين كتير جدا كلموني من كل انحاء مصر. في ناس كلمتني من سينا ونس من الصعيد ونس باسمالية. ناس كتيرة من القاهرة. الناس كلها بتشارك والناس كلها عايزة تحط اسئلة والناس بعت لنا اسئلة. وإحنا بنحط معكم اسئلة. كل الاسئلة اللي بتيجي بنزلها على الجروب الخاص. مدرسة على الهواء على الجروب الخاص بي. بحيس ان ايه عندك اجبر قدر من الاسئلة. الناس كتيره بتهاجم الاسئلة ان الاسئلة فيها حاجات يعني كويسة وفيها حاجات غير مطابقة بنقول احنا في البداية احنا في البداية لسه وبنقول واحدة واحدة اه الناس بتتعلم الناس بتعلمش في يوم اه اسئلة المركز القامل امتحانات لسه منزلتش احنا بنقول القاعدة الاساسية في الامتحان زي مذاكر السيد وزير التربية والتعليم الاختيارات من متعدد علاوة على صح وغلط. صح وغلط طبعا هي اسئلة فيها فكري كبير ومن المستويات العليا على فكرة ايه اختيارات طبعا ما بنقولش متقربة او بنقول متشابهة بنقول لاحتمال الاختيارات نسبة الشبه بينها تسعة وتسعين في المية. يعني انا قد نقول ان الارباعين ينفعوا ايه? صح. طيب احنا معنا ان شاء الله كده في تدريب بسيط وهننفع ان شاء الله يعني هنحاول نحط معكم النهاردة برضو قادر من الاسئلة زي المرة اللي فاتت. ولو في حد عنده ايه? استعداد للمشاركة عنده اسئلة يترحى عنده قدرة على الاجابة اللي هنقوله يشارك معنا. اي حد من المدارسين ليه وجهة نظر معينة برضو التليفون موجود يتصل ويتكلم معنا في حيثيات الموضوع. هنبدأ معكم النهاردة طبعا احنا خلصنا الحصة للحلقة اللي فاتت اه اوضاع مصر في ظل الحكم العثماني. كيف كانت للدولة العثمانية اثار سلبية على مصر في كل المجالات. كيف تؤثر الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية سلبا بسياسة العثمانيين وادارة المماليك في مصر. النهاردة هنبدأ معكم فقرة جديدة وهي نزول الحملة الفرنسية واشكال المقاومة ضد الحملة. الحملة هتنزل آآ فاصل من الصراع ومسلسل كبير البطل هيكون فيه نابليون او الحملة الفرنسية لان هو الشخص السابت هنلاقي اشكال مقاومة كتيرة سواء الشعبية او المملكية او الانجليزية او العثمانية او القومية العربية كل الناس دي هتقاوم وتضرب في الحملة الفرنسية فبنقول الحملة الفرنسية هي السابتة والكل اللي بيضرب فيها. هنشوف اشكال الصراع دي وكيف تطورت ونحط على بعض الاسئلة. طيب تفضل يا رئيس. اسمي يا احمد يا احمد. زي ما هيك قلت يا زي احمد احنا وصلنا لوصول الحملة الفرنسية الى مصر. في البداية حينما وصل نابليون الى مصر وهو لسه في السفن لسه من اجدتش الحملة الفرنسية الى اراضي مصرية. عمل نابليون على حكتين. اول حاجة عمل على مجاملة الدولة العثمانية بقدر المستطاعة. وده اعتراف صريح من نابليون ان مصر يتابع للدولة العثمانية. وعمل على اكتزاب المصريين الى صفه. وبذلك ادرك نابليون قوة الشعب المصري منذ البداية. بذلك ارسل نابليون المنشور. بقى الوقت نابليون مجاملته للدولة العثمانية ده اعتراف ان مصر تابع للدولة العثمانية. عملوا على كذب المصريين الى جانبه او اكتساب المصريين الى جانبه. ده معناه اعترافه بقوة الشعب المصري. جي نابليون ارسل حاجة اسمها المنشور للمصريين. المنشور زي رسالة او خطاب وهو لسه في اي السفل لسه منزلش قاضي المصرية. في نوعين من الكتابات اللي كاتبهم نابليون في المنشور. اسلوب اسمه اسلوب الترغيب. واسلوب اسمه اسلوب الترهيب وده لي معنى وده لي معنى اسلوب الترهيب اللي نابليون عايز يوصلوا للمصريين انه جاء لمحاربة المماليك الظالمين الغرباء لفردهم الضرائب على المصريين دون وجه حق يبقى نابليون بيلعب على نقطة عداء المصريين للمماليك لفردهم الضرائب دون وجه حق وبيقول كمان ان انا يساعد المصريين ان هم يشكلوا حكومة من الطبقة الوسطى المصرية كما حدث في فرنسا بعد الثورة يبقى نابليونة عمل على كذب المصريين الى جانبه ولكن في نهاية المنشور نابليون قال تهديد غريب شوية قال ان الحرق والابادة سيكون مصير كل قرية تتصدى للحملة الفرنسية ومن هنا بنقول ان نابليون لم يكن حسن النية تجاه المصريين هنا الجزء ده عندي فيه اكتر من سؤال السؤال الاول ان نابليون لما عمل على مجاملة الدولة العثمانية ده اعتراف صريح ان مصر تابع للدولة العثمانية لما عمل على اكتذاب المصريين يبقى ادرك قوة الشعب المصري الترغيب لما نابليون يقول انا جاي اخلصكم من المماليك هنا في نقطة نقول فيها ان الحملة الفرنسية اصبح لها اهداف غير حقيقية ممكن يجيلي في الاختيارات او صحة وغلق لان الهدف الحقيقي للحملة تهديد الطريق التجاري بين انجلترا ومستعمراتها في الهند فلما يقول نابليون ان انا جاي اخدع المماليك او اخلصكم من المماليك هنا اصبحت للحملة الفرنسية اهداف غير حقيقية ممكن يجيلي صحة وغلق تاني حاجة اسلوب الترهيب ان هو بيهدد بالحرق والابادة ده بيثبت ان نابليون لم يكن حسن النية تجاه المصريين وبعد كده نزلت الحملة الى الاسكندرية هنا بنلاقي حاجتين او النظر المماليك اللي هما حكام مصر اللي هما مراد بيك وابراهيم بيك فوجئ حكام المماليك بنزول الحملة الفرنسية الاسكندرية طب ازاي يا عم حضرتك الحاكم بتاعنا وتتفاجئ نظرا لانشغال المماليك بالصراعات السنائية فيما بين مراد بيك وابراهيم بيك من هنا بيبين لنا فشل المماليك في الدفاع عن مصر في اللحزة الاولى ان هما كانوا منشغلين بالصراع السنائي لذلك وقع عبء المقاومة على الشعب المصري منذ البداية وهي مقاومة اهالي الاسكندرية يبقى انا عندي اول مقاومة اتصدق للفرنسيين كانت مقاومة اهالي الاسكندرية لو عملنا صورة للمجتمع المصري او للخريطة المصرية هنقول ان هنا نابليون ساب السفن بتاعته على شواطئ اسكندرية ونزل نابليون للاسكندرية اول مقاومة عندي مقاومة المصريين تتمثل في اهالي الاسكندرية بقيادة السيد محمد قريم تمت كان نابليون من استخدام العنف فاخمد صورة ومقاومة اهالي الاسكندرية وعلق القبض على السيد محمد قريم الذي سيتم اعدامه رميا بالرصاص في سبتمبر 1798 يبقى محمد قريم نابليون هيعدمه رميا بالرصاص يبدأ نابليون يتجي من الاسكندرية تجاه القاهرة لان العاصمة ان سيطر عليها نجح في السيطرة على البلاد كاملة فكان خبر انتصاره على محمد قريم ومقاومة اسكندرية كان وصل للقاهرة فقرر مراد بيك الخروج لمقابلة الحملة هنا بقى عندي في المنطقة دي مقاومتين مقاومة اسمها مقاومة شبراخيت ومقاومة اسمها مقاومة امبابا يبقى انا عندي هنا مقاومة المماليك هتمر بمرحلتين اول مرحلة مرحلة شبراخيت تاني مرحلة مرحلة امبابا شبراخيت بين الفرنسيين بقيادة نابليون والمماليك بقيادة مراد بيك مراد بيك تم تهزمته فتكهكر مراد بيك ومن رابط معه لرابط عند امبابا هنا جي المماليك او بقايا المماليك بقيادة مراد بيك ومن رابط معه في امبابا للدفاع عن القاهرة ووصل نابليون موقعات انبابا انتصر نابليون وتم تهزيمة مراد بيك للمرة التانية فر مراد بيك الى الصعيد ابراهيم بيك الخبر وصل له اخد معاه الوالي وفروا الى الشام وبكده اصبحت القاهرة خالية من اي قوة للدفاع عنها فدخل نابليون القاهرة دون مقاومة دي غريبة لان القاهرة هي العاصمة فكون ان نابليون يدخل القاهرة دون مقاومة يعني ذلك او يدل ذلك على انسحاب القوة الحاكمة ايه القوة الحاكمة كان العثمانيين والمماليك الوالي وابراهيم بيك فروا للشام ادي جزء من القوة الحاكمة مراد بيك فر للصعيد ادي الجزء التالي من القوة الحاكمة كده ما عنديش حكم تاني ما كان الحكم سنائي مملوكي مراد وابراهيم والوالي هدم فدخل نابليون القاهرة دون اي مقاومة ده الجزء الاول في انتصار نابليون من الأسكندرية حتى وصل إلى القاهرة في الوقت ده وصلت هذه الأنباء إلى إنجلترا وإنجلترا أدركت منذ اللحظة الأولى أن هدف نابليون في المجيء إلى مصر هو تهديد الطريق التجاري لمستعمراتهم في الهند وزي ما قلنا لحضراتكم من اللحظة الأولى مستعمرات الهند بالنسبة لإنجلترا ما فيهاش مجال للهزار ما فيهاش أي مجال للهزار بمجرد وصول هذه الأنباء إلى إنجلترا أرسلت إنجلترا الأسطول الإنجليزي بقيادة مين بقيادة نيلسون هنخلص النقطة دي ونقف بقى طبعا نعمل الأسئلة بتاعتها نيلسون كان بيسيطر على بحر الشمال وكلنا بندرك القوة بتاعته وصلت سفن بريطانيا إلى شواطئ الأسكندرية فاشتعلت مقاومة موقعة أبي يقير البحرية أغسطس 1798 بين الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون ضد الأسطول الفرنسي طبعا مش هنقول بقيادة نابليون لأن نابليون كان ساعتها وصل إلى القاهرة نجح الأسطول الإنجليزي في تدمير الأسطول الفرنسي كاملا حرمان الحملة من الإمدادات قطع حلقة الاتصال بين الحملة وفرنسا وبذلك ضياع آمال فرنسا في السيطرة على حوض البحر المتوسط تدمير السفن الفرنسية بالكامل حرمان الحملة من الإمدادات قطع حركة الاتصال بين الحملة وفرنسا وضياع آمال فرنسا في السيطرة على حوض البحر المتوسط لو حبنا نقول أسئلة في موقعات أبيكيل البحرية مش هجا أقول لحضرتك بقى من النتائج والأسئلة اللي هي النظام القديم لا نلعب هنا شوية في موقعات أبيكيل البحرية موقعات أبيكيل البحرية تدل على قيمة الثورة الصناعية طب إيه اللي جاب الثورة الصناعية لأن الأسطول الإنجليزي بقوته والمدافع والأسلحة اللي عليه كانت صناعة حديثة فده بيبين قوة الثورة الصناعية حاجة كمان موقعات أبيكيل البحرية عبرت عبرت عن أسباب نجيء الحملة الفرنسية لمصر طب إيه العلاقة هنا فاكر في أول درس لما قلنا أن نابليون انتصر على التحالف الأوروبي كمل الجملة باستثناء إنجلترا لسيطرة الأسطول الإنجليزي على بحر الشمال يبقى نابليون أدرك أنها مغامرة مش هيقدر ينزل بحر الشمال في وجود الأسطول الإنجليزي عشان كده قرر نابليون أنه يجي مصر طب دلوقتي الأسطول الإنجليزي لما وصل عمله دمر الأسطول الفرنسي بالكامل يبقى لو كان نابليون جازف بنزول الأسطول الفرنسي إلى بحر الشمال كان نيلسون هيدمره من البداية عشان كده بنقول أن موقعة أبيكيل البحرية أوضحت أحد أسباب مجيء الحملة إلى مصر وهي قوة الأسطول الإنجليزي الذي كان يسيطر على بحر الشمال دي نقطة برضو ممكن نربط بها حاجة كمان أن نيلسون بذلك حاصر شواطئ مصر وبسط السيطرة على البحر المتوسط طيب ما هو نيلسون برضو هو اللي كان بيسيطر على بحر الشمال إذن نيلسون تعددت سيطرته على البحار شرقا وغربا يبقى سيطر على بحر الشمال من قبل ما ييجي بالحملة لمصر ودلوقتي مسيطر على البحر المتوسط يبقى من هنا نابليون بقى عنده أزمة كبيرة في مصر فضلوا زحمة دي كده الجزء الأول طيب شكرا أستاذي طيب شفنا زي مع بعض عندي منشور نابليون كان له واقع ترغيب واقع ترهيب يعني بنقول نابليون إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من الظالمين الذين يستنزفون صروات البلاد وأنني أحسن من المملك أعبد الله وأحترم القرآن ونبيه العظيم وأن شيء الذي يفرق الناس عن بعضهم هي الفضائل والعقل فإذا كان المماليك قد ورثوا هذه الأرض المصرية فليرون الحج التي كتبها الله لهم دي معلومة إسرائية بنيه بناخد منها مضمون منشور نابليون طبعا المنشور زي ما أوضح الأستاذ هنا نحط عليه أول سؤال مثلا هنقول ضع علامة صحة وعلامة خطأ مع ذكر السبب احنا هنخلم عن السبب حتى لو الامتحان ما فوش سبب لازم يكون عندك سبب عشان أنت تقدر تحط الإشارة أنت مش هتحط الإشارة كده عشوائي يعني أنت هتقول السؤال دلوقتي المعلومة قام معاك طب المعلومة أنت لو مش عارف تفسيرها في حالة الغلط أو إثبتها في حالة الصح أنت مش هتعرف تحط الإشارة يعني أنا عايز أقول لك أن أسئلت المقال اللي أنت بتقول إن هي انتهت آه هي انتهت من ورقة الامتحان بس ما زالت موجودة في الشرحة عشان تقدرت ايه تحط الإشارة وتثبت منها يعني على سبيل المثال صحة وغلط أول كلمة بنقول تطابقت أول سؤال تطابقت أعمال نابليون أعمال نابليون في الإسكندرية تطابقت أعمال نابليون في الإسكندرية مع ما جاء في منشوره مع ما جاء في منشوره طب دي النقطة الأولى جميل طبعاً بنتكلم عن نزول الأهالي المفروض طبعاً زي ما أوضح الأستاذ إن اللي يتصدر الحملة الفرنسية مين المماليك ليه المماليك هم الذين يتولوا إدارة البلاد أو يتولوا البلاد إدارياً كويس إذن المماليك هم الذين يتحملون عبء الدفاع عن مصر استغلال مواردها واستنزاف صرواتها والتحكم في أقالمها يعني أكتر ناس هنا يعتبر تحملة للمسؤولية العسكرية هم المماليك جميل طب لما نزلت الحملة الفرنسية يقولنا تصدى لها الشعب جميل طب مش عايزون نحط بقى سؤال سهل لما يجاول مثلاً لحظة لما يقول تصدى الأهالي في ذلك لتقاعس المماليك طب احنا عايزين نقول هنا المماليك تقاعس ليه لم ينفجع المماليك بنجول الحملة وأن قوة المماليك استهلكت في النزاعات الداخلية فانصرفوا عن التحصين فوقفت ايه الأهالي طب نحط سؤال صغير صح وغلط كانت قوة المماليك صح وغلط كانت قوة المماليك قد استهلكت في النزاعات الداخلية عند نزول الحملة كانت قوة المماليك قد استوليكت في النزاعات الداخلية عند نزول ايه? الحملة. كويس. ليه قوة المماليك استوليكت في النزاعات الداخلية عند نزول الحملة? طيب هنشوف دلوقتي. طيب انت قلت من شوية ان عندي فشل مقاومة الاهلة في اسكندرية واقعد محمد ايه كريم رميا بالرصاص في السبتامل. تمام? طب نقول برضو سؤال تاني. صح وغلط? قام نابليون. قام نابليون. بعد القضاء. بعد القضاء. على مقاومة اهالي الاسكندرية بالقبض بالقبض على السيد محمد قريم واعدامه واعدامه رميا بالرصاص. ليه نابليون بعد ما احمد المقاومة خلاص والموضوع انتهى. طب انت احمدت المقاومة الموضوع خلاص. انت ليه بتقبض على محمد قريم وبتعدم محمد قريم رميا بالايه? بالرصاص. طبعا تقدم ايه? الفرنسيين جنوبا فتقابل معهم مراد بيك في شاب رخيت. والنتيجة طبعا هزم مراد بيك وتقهقر ايه? الى الجنوب. هزم في مبابة هرب للصعيد ابراهيم والولي فروا للشام. طبعا نحط سؤال ايه اختيار على الفقرة دي. هنقول اول نقطة عندي. لما نقول عندي خلت القاهرة من اي قوة للدفاع عنها. خلت القاهرة من اي قوة للدفاع عنها. ودخلها الفرنسيين. ودخلها الفرنسيين. بعد هزيمة المماليك في محافظة نقطة حاليا. نقطة حاليا. ايه? فتح كوس. الاسكندرية. البحيرة. الجيزة القاهرة. طبعا خلت القاهرة من اي قوة للدفاع عنها ودخلها الفرنسيين بعد هزيمة المماليك في محافظة نقطة حاليا. اسكندرية بحيرة جيزة ايه? قاهرة. تمام. نقول برضو سؤال. انت قلت عندي هنا من شوية. مراد بيك غزم فيه انبابة وفر للصعيد. ثم ابراهيم بيك هرب مع الولى العثماني الى ايه? الى الشام. يعني ايه اللي فيها دي هنا? عندنا ابراهيم بيك ايه مملوكي? يعني اعتبر هنا ان هو حتى لو فيه صلاع مع ايه? مع مراد بيك يظلوا الاسنين معا حتى يستطيعوا التصدي للحملة الفرنسية. تب تفاصل بايه هروب ابراهيم بيك الى الايه? الى الشام مع الولى العثماني. نشوف مع بعض كده. كان هروب. نختار برضو. كان هروب ابراهيم بيك مع الوالي الى الشام. هروب ابراهيم بيك مع الوالي الى الشام. تضامنا معه. تضامنا ان هو تخلى عن ابراهيم بيك دلوقت. تبقى تضامنا مع مين افتح قوس فرنسا? فرنسا انجلترا السلطان الوالي. كان هروب ابراهيم بيك الى الشام تضامنا مع فرنسا انجلترا السلطان ايه? الوالي. طيب جميل. احنا كده عندنا برضو بنقول نقطة هنقول نقطة ايه صحة وغلط برضو? صحة وغلط. اثبتت الاحداث اثبتت الاحداث بعد الصورة الفرنسية. اركز كده. اثبتت الاحداث بعد الصورة الفرنسية. صدق. صدق وجهة نظر نابليون. اثبتت الاحداث ايه? الاحداث بعد الصورة الفرنسية. صدق وجهة نظر ايه? نابليون. طيب جميل. اه بنقول برضو احنا هنا بنغطي برضو ايه الاسئلة? ولو في حد عايز يشارك معنا? طلبة او اي مدارس عايزي في اي حاجة احنا تحت امره التلفون مفتوح معنا وما فيش اي مشكلة. طبعا احنا وضحنا الوقت ان معركة ابيكير البحرية دي معركة بحرية اغرق فيها ان نلسل الاستول الفرنسي. ده دليل على التفوق الصناعي. بنحط لها برضو سؤال تاني عشان فيه طلبة برضو ممكن تطلق بعد فيها. كان انتصار الاستول الانجليزي. كان انتصار الاستول الانجليزي. على الاستول الفرنسي في معركة ابيكير البحرية. انتصار الاسطول الانجليزي على الاسطول الفرنسي في معركة ابيكور البحرية. يرجع لتفوق يرجع لتفوق انجلترا نفتح كوس السياسي الاستعماري الصناعي التجاري. انتصار الاسطول الانجليزي على اسطول الفرنسي في ابيكور يعود الى التفوق الانجليزي في مجال السياسة لاستعمار الصناعة التجارة. طبعا موقعة ابيقير البحرية من اهم المواقع التي جعلت من الحملة حبيثة في هذا البلد ولا تستطيع العودة او الخروج او الوصول الى الايه? الى الامدادات. جميل. طبعا اي معركة في الدنيا فيها اسباب وزي ما اوضح الاسد الاسلام احنا قلنا عندي اسباب مجيء الحملة الفرنسية هي هي اسباب موقعة ابيقير تقويت انشاء تسهيل يعني هم جايين يضربوا انجلترا يعملوا مستعمرة فرنسية يستيطروا على طرق الايه? التجارية. ده كله كان ضد مصلحة ايه? ضد مصلحة انجلترا. فبنقول هنا كان هناك علاقة بينما جاء الحملة الفرنسية وموقعة ابيقير دي حاجة بديهية ان ايو فيه في علاقة كبيرة جدا. طيب تمام. اه كده احنا وضحنا بعض الاسئلة الموجودة في الفقرة بتاع نزول الاسكندرية وشبراخيت. وان بابا نخلي بنا من كلمة البحيرة. خلي بنا من شبراخيت. نحط برضو نقطة تانية اول اختار اول من تقابل اول من تقابل اه مع الفرنسيين في مصر اول من تقابل مع الفرنسيين في مصر وحرابهم هو هو ايه يفتح كوس برات بيك. ابراهيم بيك. محمد كوريم. برات بيك ابراهيم بيك محمد كوريم انا احط ايه شخصية ايه تلتة عندنا الولد العثماني. الولد العثماني نشوف اول شخصية نقول تها برضو سؤال تاني اول من تقابل مع الفرنسيين من المماليك من المماليك عند لزولهم مصر برضو المراد بيك ابراهيم بيك محمد كورايم علي بيك الكبير تمام يعني احنا نغطينا نسبيا للفقرة الاولانية بتاعت المنشور ونزول الحملة وهكذا طيب نشوف مع بعض عندي بعد كده دور مقاومة الاهالي في الصعيد ودور مقاومة المماليك وما ترتب عليها تجاه الحملة الفرنسية نابليون بعد موقعة ابراهيم البحرية ادرق ضرورة السيطرة على منطقة الوجه الابلي ارسل نابليون وهنا الاسلوب السلمي ارسل نابليون الى مراد بيك في الصعيد يارد عليه حكم منطقة الصعيد تحت التابعية الفرنسية تحت التابعية الفرنسية وبالمناسبة طبعا ده مش غريب على المماليك اللي كانوا بيحكموا الاقاليم تابعين للسلطان العثماني فنابليون بيرد عليهم عرض مش جديد عليهم مراد بيك رفض وخلي بالحضرتك من الرفض ده لانه هنعوزه تاني في اخر الحلقة ان شاء الله مراد بيك رفض التابعية لنابليون وبذلك اصبح مراد بيك خطرا على كلمة اسمها الملاحة النيلية الملاحة النيلية اصبح مراد بيك خطرا على الملاحة النيلية ممكن ابدلها بالملاحة الجنوبية هي هي نفس المعنى المواصل بقى طرق المواصلات يعني طرق المواصلات كلمة الملاحة يا ولاد انا ما كانش عندي في الفترة دي اي وسيلة مواصلات او اي طرق غير نهر النيل ده الحد قريب يعني الحد السبعينات في القرن الايه العشرين انا ما كانش عندي غير نهر النيل ضفاع في النيل او طراد النيل اللي هي بنسماء الكورنيش النهاردة ده ما كانش موجود كان بيتقطع باستمرار نظر الفيضانات المتكررة فلما كنت اقول بقى ان الناس بتروح ايه للجنوب والشمال زي ما اخدناها كده مسلا في التاريخ الفرعوني كان النيل يحمل السفن من خلال طياره من الجنوب الى الشمال وتدفع الرياح من الشمال الى ايه الجنوب ازا ان طرق مواصلات الوحيدة اللي عندي وانهر الايه النيل لو مراد بيقاطع تحصل مشكلة للحملة في جلب الايه الاشخاص او التجارة او الحبوب من الجنوب لذلك اتجع نابليون للسيطرة على المنطقة الجنوبية وتأمين ملاحة النيلية حربا هنا بقى في الصعيد خلي بال حضرتك هو بينقسم لكسمين بس ناس كثير تاخدش بالها مع مراد بيق ومع الاهالي نابليون حقق الانتصار التالت على مراد بيق بس يخلي بال حضرتك احنا ما قلناه بس ان هو تقتل مراد بيق لأ ده مراد بيق بقى دخل انضم للاهالي في الصعيد هزم مراد بيق ودخل انضم بقى ايه لأهالي الصعيد نابليون عجز عن السيطرة واخضاع اهالي الصعيد لمدة عشرة اشهر نظرا للروح المعنوية التي كانت عليها مقاومة اهالي الصعيد وبالتالي لماذا عجز نابليون عن اخضاع الوجه الابلي عندي عدة اسباب اول سبب طول خط الوادي جنوبا وبعد الوجه الابلي عن مركز الحكم اللي هو القاهرة وبذلك بص الكلمة دخل نابليون في حروب مترامية الاطراف معنى كلمة مترامية الاطراف يعني حروب ما لهاش اول من اخر حروب كتير جدا دخلها نابليون في الوجه الابلي اتنين اختلاط اهالي الصعيد بالبقية الباقية من الممالك تلاتة اتباع اهالي الوجه الابلي حروب ممكن تقول عليها المناوشات ممكن تقول عليها القر والفر لانهما طبعا استغلوا حفظهم لمناطقهم والمدن بتاعتهم فكانوا بيقوموا بنصب الكمائن للفرنسيين وصول امدادات ومساعدات ومتطوعين باسلحتهم من منطقة شبه الجزيرة العربية وده ليه معنى ظهر ما يسمى بالتضامن العربي لاول مرة ظهور التضامن العربي لاول مرة يبقى هنا في نقطة مهمة جدا في مقاومة الوجه الابلي وصول المتطوعين من شبه الجزيرة العربية اظهر التضامن العربي بوضوح داخل مصر لاول مرة لاول مرة يبقى كده خدنا ان نابليون عرض على مراد بيكسلمان انه يحكم الصعيد تحت التبعية ليه فرفض فاصبح قطر على الملاحة النيلية نابليون اصر ان يواجد عليه عشان يأمن الملاحة النيلية يبقى ممكن نسأل في الاختيارات اتجى نابليون بحملته الى الصعيد من اجل اقولك تأمين الحدود الجنوبية تأمين الملاحة النيلية متابعة الاتراك الفرين وما تأمين التجارة طبعا هو راح تأمين الملاحة النيلية بوضوح نابليون انتصر على مراد بيك لكن ما قدرش ينتصر على الاهالي لمدة عشرة اشهر وده الاسباب طول خط الوادي اللي ادخلت نابليون في حروب متورمية الاطراف اختلاط اهل الصعيد بالمماليك المناوشات وحروب القر والفر ووصول المتطوعين من شبه الجزيرة والامدادات والمساعدات وبذلك ظهر التضامن العربي لأول مرة ده بالنسبة لمقاومة اهالي الصعيد بعدها تشتعل ثورة القاهرة الاولى خلي بالحضرتك ان احنا ما عندناش في ثورة القاهرة الاولى اسباب احنا عندنا المركز وعندنا النتائج وعندنا فيها اكتر من ربط اولا مركز الثورة بتتكلم في حي الازهر الازهر هو منقاضة الثورة يبقى ده الظهور التاني للازهر الظهور الاول لما تكلمنا عن التعليم قبل ما جاء الحملة قلنا انتشرت دجل والسحر والشعوزة ولم يتبقى من نور العلم داخل مصر سوى بصيص يعني قليل من التعليم داخل الازهر وكان بياخد الشكل الديني اكتر من الشكل التعليم الحديث لكن دلوقت الازهر بيقوم بدور كبير جدا هو قيادة المصريين في الثورة ما النتائج المترتبة على صوت القاهرة الاولى اولا مقتل حاكم القاهرة الفرنسي خلني بالحضرتك ان نابليون لما كان بيسيطر على اي مدينة داخل مصر كان بيعين عليها احد افراد جيشه حاكما عليها فلما اشتعلت الصورة وتم مقتل الحاكم ممكن اجا اسأل حضرتك هنا سؤال واقول لك تشابهت صورة القاهرة الاولى مع الصورة الفرنسية في نقط واجبلك اختيارات طبعا لما تبص على التشابه هتلاقي مقتل الحاكم الفرنسي الصورة الفرنسية اعدام الملك لويس السادس عشر وهنا صورة القاهرة الاولى مقتل حاكم القاهرة الفرنسي اذا الحاكم الفرنسي قتل اثناء الصورة في كل منهم يعني ده التشابه بين الاتنين اتنين اتباع الفرنسيين سياسة القمع والارهاب لاخماد الثورة وده انعبر عن حاجة يعبر عن شدة الثورة المصرية يعبر عن شدة الثورة المصرية حتى ان نابليون اتبع سياسة اعدام السائرين اعدام السائرين شوف بقى حضرتك النقطة الرابعة اقتحام الفرنسيين الجامع الازهر بالخيول والاسلحة شوف حضرتك لين نابليون اقتحم الجامع الازهر الجامع الازهر فيه ساحة كبيرة جدا لما العنف شد على السوار في حي الازهر بدأ الناس يدخلوا الى الازهر الى المسجد الدوة نوع من انواع الاحتماء به نابليون نظرته العسكرية ونظرته السياسية انه لو اقتحم مركز الثورة هيجد عليها قضاء انتمر طبعا دي نظرة سياسية وعسكرية صح لكن دينان غلط لكن هو اقتحم المسجد الازهر علشان يخمض الثورة شوف بقى هنا ايه اللي حصل ادى ذلك الى اول حاجة ادى الى اشتعال حالة الغضب لدى المصريين بيعبر عن ان اهم عامل عند المصريين العامل الديني تاني حاجة اشتعال الثورة في مختلف الاقاليم يبقى لو خدت بال حضرتك من البداية الثورة كانت فين في مركز الازهر ما خرجتش بمجرد اقتحام المسجد الازهر تحولت الثورة في كل الاقاليم هنا عندنا سؤال صح وغلط عند اشتعال الثورة يكون السبب الرئيسي هو التعرض للظلم او عند اشتعال الثورة يكون السبب الرئيسي هو الشعور بالظلم هل الشعور بالظلم يؤدي الى اشتعال الثورة ولا يجب وقوع الظلم طبعا الشعور بالظلم الشعور ليه مستر الشعور شوف هنا حضرتك اقتحام الجامعة الازهر يبقى هنا نابليون استخدم العنف مع اهالي حي الازهر لو قبرنا المنطقة شوية القاهرة طيب ليه الثورة تشتعر في بقية الاقاليم? هل هم اتعرضوا للظلم? لا ما اتعرضوش. اما الايه? شعروا بيه. يبقى هنا الشعور بالظلم يؤدي الاشتعال الثورة كما حدث في ثورة القاهرة الاولى. وبكده نجح نابليون في اخماد هذه الثورة. فاضح. تمام. مقامة الاهالي في السعيد ومقامة الممليك. بعد موقعة مبابا وفر مراد بيك الى السعيد. الممليك اكتر نزد راية بشؤونه السعيد والجنوب ولا تستطيع فرنسا بالفعل التحكم في السعيد نظرا لطول الوادي الف ومتين كيلو جنوبا فده افيركوا القوات الفلانسيين. طيب احنا قلنا عندي اتجهة واعتزم نابليون على انهاء مقاومة مراد بيك في السعيد لخطورة المقامة على الملاحة اي طرق المواصلات في النيل. قلت لك اكتبها على ايه? الملاحة اي طرق المواصلات. احكم مراد بيك السعيد تحت الاشراف الفرنسي. طبعا رفض مراد بيك رفض للا انه تحت الاشراف الفرنسي. اتجهت القوات وزحفت فرنسا للجنوب وهزمت مراد بيك. واخفقت مع الاهلي. طيب جميل. عندنا سؤالين. هنكتب كده مع بعض صحة وولد. محاربة الفرنسيين لمراد بيك في السعيد. او نقدر نقول ليه اتجه الفرنسيين لمحاربة مراد بيك في السعيد. النقطة التانية هزيمت الفرنسيين لمراد بيك في السعيد. انا كتبت للاتنين عشان انا طبعا لو قلتم شافه انت مش هتعرف تفرق بينهم. لما قل لكم النقطة الاولانية محاربة الفرنسيين لمراد بيك في السعيد هي طبعا العبارة صح? صح ليه? لانه رفض حكم السعيد تحت الاشراف الفرنسي. دي سهلة نشتب عليها. يعني دي سهلة ده مش من الاسر العادية. يعني مش هقول لك كده محاربة الفرنسيين لمراد بيك عشان الملاحة هو رفض لا. انا عايز النقطة التانية بقى. خلي بالك من الفرق بين النقطتين. الاولى ليه حربوا? مراد بيك عشان ايه? رفض حكم السعيد تحت الاشراف الفرنسي وتعمل الملاحة في دربوه. انما النقطة التانية لما قل لك ليه اتهزم مراد بيك في السعيد. صح وغلط هزيمة الفرنسيين لمراد بيك في السعيد. طبعا كله عارف انه صح. اتهزم مراد بيك فين? في الصعيد. طيب صح ليه? فكر معنا كده برضو اتصل. ليه اتهزم مراد بيك في السعيد? اه امام ايه? نابليون. طيب هنحط سؤال اختياري تاني كده مع بعض. احنا بنقول عندي ان المقاومة في السعيد للاهالي اخفقت فرنسا في ضربها لاربع حاجات. اللي يحارب المناوشات انضمام المماليك الجزيرة العربية طول الوادي جنوبا. طيب جميل. هنحط الايه? الاختيارات. كان طول المقاومة الاهلية في السعيد يعود الى طول مقاومة الاهالي في السعيد يعود الى واحد القومية العربية اتنين مساعدة المماليك تلاتة حرب الاسابات اربعة البعد الجغرافي. البعد الجغرافي. ركز فهم كده? انا بقول طول مقاومة الاهالي في السعيد. المقاومة وصلت في السعيد الى عشرة اشهر. طب ليه? القومية العربية المسندة المماليكية حرب الاسابات البعد الجغرافي. شوف كده مع بعض انهي فيهم ونكملها. هنقول سؤال تاني برضو اختار. التابعة. التابعة مراد بك. التابعة مراد بك. في السعيد. في حربه. في حربه ضد الفرنسيين. اسلوب. اسلوب. نفتح خس. الهجوم المفاجئ. اتنين الانسحاب المفاجئ. تلاتة الهجوم التدريجي. اربعة الانسحاب التدريجي. خلي بنا من الطريقة اللي حارب بها المماليك في السعيد ونحاول نركز فيها. لان عند لما اقول مراد بك في السعيد بيختلف مراد بك في السعيد عن ايه? عن الواجه البحري. او في الواجه البحري حارب في شاب رخير حارب في مباب اهرب على السعيد. ده نفس السؤال برضو لو ان ايه اعتمد مراد بك في حاربه في الواجه البحري ضد فرنسا على الاربع اختيارات دول. بس الاختيار في الواجه البحري يكون مختلف عن اختيار السعيد. ده مختلف عن ده. وكل واحدة له ايه? سبب. خلي بنا يا سلم الصعب اول حاجة بس عايز ايه? بعد نظر شوية. وفي ناس تقول لك لا ده الاجابة تبقى مش عارف ايه واللي بيحط الاسئلة تبقى هو متوقع من وجهة نظره مع ان في اسئلة تبقى لها اجابات تانية. لا. الموضوع هنا مش موضوع فرض رأي. لا الموضوع هنا موضوع هنا. يعتبر استنتاجي. فيه تقييم اه كبير ما هو الصغير. بترجع لكزا سبب انك انت تتحلل وجهة نظرك في الاختيار اللي هجيبه. يعني انا عندي الوقت اختيار السعيد ده. لما قلنا وصلت مقاومة الاهل في السعيدة عشرة اشهر. انا قلت اربع الاختيارات. ما هو الاربع اختيارات دول? هم هم. الاربع ازباب بتاع طول المقاومة. حرب المناوشات والطول الوادي والمماليك والدمام الجزالة عربية. طيب تمام. طيب اخطت لنا الاربع ازباب بتعطول المقاومة في واحد اقوى. في واحد فيهم اقوى من الايه? من البعيين. وبتحلل وجهة نظرك. ما بتقولش كده وخلاص. لا ما بتفرضش رأيك على الناس. الاسئلة دلوقتي مش عايزين فيها لغة ومش عايزين فيها كلام كتير. لا الاسئلة هزم تكون مزبوطة موزونة. مش نعمل اختراعات غريبة. انا بشوف طبعا الاسئلة كتيرة جدا. الاسئلة فيها غرابة كتيرة. يعني احنا عندنا اسئلة الفصل الاول مدرسين كتيرة جدا خدوها واشتغلوا منها وده عجبتني جدا. وبالزيات اللهم التامن نقط بتوح محاولات احتلال فرنسا المصر في العصر الحديث. دي حاجة كويسة. يا رب الكل هنا ياخد. ولو في حد عايز ينقش في سؤال انا بحطه معاكم هنا. مش مقتنع. اي عايز يحط فيه اي تعليقات عاوز يحط فيها توضيح. احنا موجودين. احنا موجودين ما بنهربش من الاسئلة وما بنهربش من حد. احنا بنجتهد معكم ونحط لكم افضل اسئلة. وفي نفس الوقت بنحط اسئلة معتدلة ما فيهش تجاوز. لان فعلا المركز القومي اللي امتحنت لما اشتغلنا فيه ما فيه تجاوز. اه حط اسئلة بس فيها منطق. فيها منطق. اه الاجابات تكون متشابهة بنسب كبيرة وعالية. او ممكن تكون اجابات واحدة بس فيها واحدة اكبر. يعني زي الاربع اسباب بتوع مقاومة الاهالي في الصعيد. دول اربع اسباب قدل طول المقاومة. جميل. بس انا حطت لك الاربعه في الاختيارات. انا عايز منهم ايه? واحدة بس. طب هم الاربعه ينفق بس فيه واحدة اقوى من الاربعه. ولها تعليل وتحقيق عندي. طيب احنا وصلنا لفين? وصلنا للتحارف العثماني. لا يعني لسه ما كم بنات صورة التحارف الاسئلة. اه ليست فضل. طيب احنا لها صورة القاهرة الاولى من اهم الصورات التي حدست في تاريخ الحملة الفرنسية وقد نظمها لايه? الازهر. نقول صحة وولد. صحة وولد وركز معي في السؤال كده. انعكس انعكس اهمال الدولة العثمانية للازهر على دوره في مقاومة الحملة الفرنسية. تاني السؤال انعكس اهمال الدولة العثمانية للازهر على دوره في مقاومة الحملة لايه? الفرنسية صحة وولد? حدد بقى كده وفشوف. طيب تمام يعني احنا عندنا صورة القاهرة من اهم الصورات الكبيرة. اه برضو نقول عندي اه سؤال تاني صح ولط تطابقت تطابقت اعمال نابليون تجاه الازهر في صورة القاهرة الاولى مع ما جاء في منشوره. مع ما جاء في منشوره. خلي بالك. السؤال ده من السهل. السؤال الاخير ده من السهل. تطابقت اعمال نابليون تجاه الازهر. زي ما شرح الاستاذ وقالك دخل الفرنسيين الازهر بخيلهم. في صورة القاهرة الاولى ما جاء في المنشور. في تطابق هنا في الاعمال ولا ما فيش تطابق. هتقول لي يا سيستة ما هو قال. اللي يقف في وش انا يحرقه. وده الله حصل في صورة القاهرة الايه? الاولى. ان هو هتجئ الى حرق القاهرة جميل? ما قلناش حاجة. انا ما قلتش هنا تطابقت اعمال نابليون في صورة القاهرة مع الصورة. لا انا ما اخدتش الصورة. انا اخدت كيان الازهر المادة انا اخدت الجامع نفسه. هو عملي في الجامع. يعني دي غير الصورة نفسها. نحللها كده بالراحة. هو دلوقتي ضرب الصورة لاجأ لساس القاموة للهيب. راح نصب المضافة على جبل المؤطة مضارب حي الازهر قتل الفين مصري. تم هدي اعمال متطابقة مع المنشور. قال اللي هيقف قدام الحملة. هنحلق القرى والمدن اللي هتقف واجه الحملة. واللي هيقف معي انا هساعد وعمل له كذا وكذا. طيب دي قصة تانية غالي انا اقصدها هنا. والموضوع مش بالنية. لا الموضوع بالتحليل. انا بتكلم على كيان الجامع نفسه. هل هو الجامع طلع بنفسه? ضرب نابليون او عمل صورة? هو التنظيم جامل علماء الازهر اللي هم ينتسبوا للجامع. هو علق العلماء دول وقتلهم اعدام السائرين. اذا الكيان المدي للجامع نفسه والذي يلمس العبادة والحياة الدينية الاسلامية ليس له علاقة ككيان بقيام الصورة. انما اللي ليه علاقة علماء الجامع نفسه? طيب هو لما بتعد على المسجد هنا ودخول الجامع بخيولهم وداسوا على المصاحف وداسوا على السجاد بالخيول. هل ده تطبق مع المنشور? انت لو رجعت للمنشور في المعلومة الاسرائية بتسند معايا. المعلومات معايا مفيش حاجة تسيبها دلوقت. كده بيش هنسيب منه ايا حاجة. لما قال انني احسن من المماليك. اعبد الله واحترم القرآن ونبيه العظيم. وان الشيء الذي يفرق الناس عن بعضهم هي الفضاء والعقل. ازان هو هو التمس موضوع الدين لجازب المصريين لصفه. تمام? طيب بصفة دخوله بالخيول. هل تطبق ذلك مع مجائف المنشور? طيب نشوف الفقرة اللي بعدية ونرجع لكم مرة تانية. اتفضل يا رئيس. عزيز احمد لنا بس اللي هي تعليق الصغير قبل ما نكمل هو في فرقة جماعة ما بين ان احنا الاسلول الجديد بيدعو الطالب انه يفكر عاية ان احنا نعجزه. هو القصة مش كده. هي القصة النظام الجديد احنا بندعو الطالب ان هو يفكر يستنتج يبعد عن الحفظ. مش ان انا حاسس طالب بالعجز ان الاسئلة مستحيلة والكلام ده. هو حفظ لازم يحفظ. لا هو لازم يفهم يحفظ يفكر الاجابات او متشارها. هو يحفظ الاول في سلام وبعد ما يحفظ يفهم وبعد ما يفهم يستنتج. احنا دايما ان سيادتك احنا عادين بنقول دلوقتي بنقول من دماغنا ولا بنقول من الكتاب والكلام. لا احنا بنشرح ازاي. بالراحة جدنا. عشان احنا حفظين ولا مش حفظين. عشان حفظين. الحفظ اول مراكز الابداع هو حد يقول لك ما تب انت ما عندكش انت عندك كوباية مية هتشرب منها والكوباية فاضية. هتشرب ايه? لازم تكون حافظ وده ملام مادة علمية. ده يتميلي مادة علمية وتخمر المادة العلمية وتفهم وتستنتج تقدر بقى تشتغل. اهم ان ما بقول لك شفهم. طب هفهم ايه? طب ده انا مش حافظ المادة العلمية. طب هفهم ازاي? طب لازم تعب دماغك الاول بالمادة العلمية وبنان عليه? من خلال المادة اللي كنا زمان كل جهودنا ان احنا نحفظك المادة الايه? العلمية. لا. ده الحفظ بقى دلوقتي بقى ايه? بديهي بالنسبة لك انت تعمله من غير كلام عشان تخش على المرحلة الاعلى وهي الاسنتاج. بس الموضوع مش تعجيز يعني. لا مش تعجيز ولا حاجة. انا بنتكلم بالروحة مع بعضين اهو بنفاهم بالروحة. في الوقت احنا وصلنا الى التحالف ما بين السلطان العثماني وانجلترا وروسيا ضد الحملة الفرنسية. عمل السلطان العثماني على اعادة الاوضاع في مصر الى ما كانت عليه قبل ما جاء الحملة. اي ان السلطان اراد استعادة وبسط سيطرته على مصر من جديد. عمل السلطان تحالف دولي. لو خدت بال حضرتك هتلاقي ان ده التحالف الدولي التاني ضد نابليون. التحالف الاول كان ضد فرنسا اثناء الثورة الفرنسية. ده التحالف الدولي التاني. خلي بالك بقى من التركيز ده. السلطان العثماني تعاون مع انجلترا. ده امر طبيعي بالنسبة للطالب لان انجلترا عدوة فرنسا. تعاون مع روسيا. هنا بقى يجدنا طالب مركز يقول لها مستر ازاي. ده علي بيكل كبير استغلى انشغال السلطان بالحروب مع روسيا. ازاي بقى هنا روسيا تقف مع السلطان لان الهدف الروسي كان اعلى من عدقها مع روسيا. روسيا احد الدول اللي كيبت تخشى من السورة الفرنسية. فارادت التحالف مع انجلترا والسلطان من اجل القضاء على نابليون من اجل اضعاف فرنسا. واتفقوا مع بعض على ارسال حملتين. حملة برية تأتي عن طريق الشام وحملة بحرية تأتي من الاسكندرية لمحاصلة الحملة الفرنسية في مصر واخراجها خارج البلال. علم نابليون بذلك. عرف ان فيه تحالف سلاسي قام ضده. يعمل اين نابليون? قرر نابليون الخروج لمواجهة الحملة البرية التركية في الشام قبل وصولها الى مصر. وبالفعل اتجه نابليون بحملته على الشام 1799. البوابة بتاعة الشام هي مدينة عكة. يعني لما يخرج نابليون من مصر عايز يروح الشام بيخرج من جهة العريش باتجاه عكة. وصل نابليون الى عكة وعجزة عن دخولها. شوف بقى حضرتك اسباب فشل نابليون في دخول عكة عشان هنربطها باحداث كتير. اولا قوة الحصون والاسوار. اربطها بايه? اربطها بتخازل المماليك عن القيام بدورين في مصر. دي ما لها مستر? لان المماليك كانوا هم حكام مصر. مرادوا ابراهيم وبيجمعوا الاموال من المصريين. وكان لابد من بناء الحصون. هم مبانوش الحصون وبدأوا يدخلوا في الصراع السنائي وانشغلوا عن تحسين الدولة. اذا هم مقابوش بدورهم. بص بقى هنا حضرتك نابليون مقدرش يدخل عكة بسبب الحصون. يبقى لو كانوا قاموا بدورهم في اسكندرية وبان الحصون كانت ممكن تقف عائق امام نابليون. اتنين. قوة دفاع اهل عكة. طب انا عندي اسكندرية عمل الدفاع. ايه الفرق يا مستر? ليه دخل اسكندرية ومدخلش عكة? هنا بقى بص حضرتك استبسال حاكم عكة اسمه احمد باشا الجزار. الحاكم وقف بجيشه مع الاهالي مدافعا عن وطنه. يبقى ده بيزبط تخازل دور الماماليك. لو كان مراد بيك وجيشه. وابراهيم بيك وجيشه. عمل حصون في اسكندرية زي ما هي موجودة في عكة. ووقفوا مع اهل اسكندرية بزعمة محمد قرائم. هنا ما كانش هيقدر نابليون انه يعبر الاسكندرية زي ما وقف دلوقت في عكة. ده ربط الاحداث يا جماعة. رابع نقطة. وصول امبادات. من مين؟ من الاسطول الانجليزي لأهل عكة. طب مستر معلش احنا عندنا سؤال. هو في علاقات ودية بين انجلترا وعكة عشان تقدم لها الدعم. احنا ما قلناش انه في علاقات ودية. قم باب قراهية الحملة الفرنسية. ورغبتها في فشل الحملة الفرنسية. هنا نابليون فشل في دخول عكة. وعاد الى مصر من جديد. بصت كلمة حضرتك. عاد متظاهرا بالانتصار. يعني عايز يقنع نفسه ويقنع جنوده ان هو منتصر. ايه الهدف؟ كلمة صغيرة. الحفاظ على الروح المعنوية. الحفاظ على الروح المعنوية. وحينما عاد نابليون الى مصر. علي ما بان الحملة التركية البحرية. وصلت لاسكندرية. مش هينفع اروح عشان ما عنديه السفن. طب الجنود نزلوا من السفن. نزلوا المنطقة ابو اير. يبقى تحولوا من البحرية الى البرية. هنا انا ما عنديش اي مانع اخرج لهم. لان ارجع شوية لموقعات ابوكري البحرية. اتضمر الاسطولي الفرنسي. هطلع بايه? معندي السفن. طب هما نزلوا من السفن على ابو اير في الارض. هنا خلاص انا ما عنديش اي ده مانع ان انا اخرج لهم. وخارج نابليون الى الاسكندرية. ونجح في الانتصار على الحملة التركية التي عادت الى السفن. وعادت الى الشام متقهكرة. وضاعت امالها في استعادة حكم مصر. وهنا يوصل لنابليون رسالة. رسالة وصلت من مين? وصلت من حكومة ادارة فرنسا. الحكومة اللي بتدير فرنسا. وصلت ازا مستر? وصلت مع التجار. تجار مين يا مستر? ده انت قلت ان الاسطول الانجليزي بقيادة نيلسون بيسيطر على شواطئ اسكندرية. طب وهو نيلسون يمنع التجار من الدخول ليه? نيلسون رجل عسكري. يمنع الاسطول الحربي. يمنع السفن الحربية. لكن التجار يمنعهم ليه? فوصلت الرسالة الى نابليون. بتقول له ايه? ضرورة ان تعود يا نابليون. طب ارجع ليه? لان النمسا وحلفائها قاموا بفرض حصارة على فرنسا وساقة الاحوال هناك. يجي طالب يقول لي طب والنمسا وحلفائها يحصروا فرنسا ليه يا مستر? اقول لي ارجع للثورة الفرنسية. ما صدقوا اني نابليون يمشي? لاني نابليون ده هو اللي انتصر على التحالف الاوروبي قبل المجيء لمصر. فلما عرفوا باخبار ان الحملة في مصر وانجلترا بتحصيرها ونابليون عنده مشاكل. قالوا دي فرصتنا ان احنا نحصل فرنسا من تاني. يمكن نقدر ان احنا نرجعها للملكية من جديد. هنا عندنا سؤال صغير جدا. التحالف الدولي قبل ما جيء الحملة الفرنسية الى مصر. وفرض الحصار على فرنسا. كان بزعامة مين? انجلترا. طب النقطة التانية. التحالف الدولي. ومحاصرة فرنسا. اثناء مش قبل بقى اثناء ووجود الحملة في مصر. بزعامة مين? بزعامة النمسا. ممكن يلعب معاك اختيارات الاسلوب الجديد. او يلعب معاك صحة وغلط في النقطة دي. خلي بال حدوتك. فكرر نابليون ان هو يعود سرا الى بلاده. فاجتمع بجنرال كليبر النائب بتاعه واقنعه ان هو يقود الحملة وهو هيرحل عائدة لبلاده. اتفضل زر. تمام. عملت الدولة العثمانية على اعادة الاوضاع في مصر لما كانت عليه قبل ما جئ الحملة. طبعا حملة ايه الشام? بسكندرية. لما نحط انا سؤال صحة وغلط. ونقول تباين تباين العلاقة بين تباين العلاقة بين الدولة العثمانية وروسيا الدولة العثمانية وروسيا في النصف الثاني من القرن الثمانتاشر. تباينت العلاقة بين النمسى وروسيا في النص التاني في الدولة العثمانية وروسيا في النص التاني من القرن الثمانتاشر. النقطة التانية بس عشان عايزين نختم. نقول كان هناك علاقة لنتائج الثورة الفرنسية كان هناك علاقة لنتائج الثورة الفرنسية على مستقبل الحملة اثناء وجودها في مصر. في علاقة بين نتاج الثورة ومستمع الحملة. اخر نقطة بنقول هنا كان هناك علاقة برضو كان هناك علاقة بين فشل الاسكندرية امامنا بليون ومقاومة اهالي عكا ضد الحملة. تمام. اهنا هنا اولاد وقفنا لحد رحيل نابليون سرا وطرق قيادة الحملة لكليبر. ما عليش الحلقة خلصت سريعا. نتقابل الاسبوع القادم بازد الله. في نهاية الحلقة. بلنا نتوجه بالشكر للاستاذ اسلام. شكر السلام. عزيزي طلبات وطلبات السانية العامة. معركة تحياتي واجمل امنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. هذا احمد صلاح يحييكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.